موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه أهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد الذي يتزامن مع الشهر الفضيل شهر القرآن الكريم شهر رمضان هذه الحصة المباركة التسهيل لقراءات التنزيل في عددها الثامن والعشرين نسعد دوما باستضافة الشيخ الجامع المقرئ الشيخ حسين وعليلي أهلا ومرحبا بكم شيخنا الحسين في حصتكم التسهيل أهلا بكم شيخنا الفاضل الشيخ عماد وأهلا بأستاذة المشاهدين الأكارم في كل مكان ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا الصيام والقيامة وسائر الطاعات وأن يبارك لنا هذه المجالس القرآنية أمين الشيخ حسين كنا في الحلقة السابقة وهي الحلقة السابعة والعشرون قد تناولنا فيها حكمين هامين من أصول رواية الإمام السوسي الحكم الأول إبدال الهمز الساكن مدا والحكم الثاني كنا قد استفضنا فيه وهو باب الإضغام الكبير الذي اختص به الإمام السوسي اليوم في هذه الحلقة المباركة وهي الجزء الرابع من أصول رواية الإمام السوسي نحاول أن نستكمل ما تبقى من أصولهم نتطرق لأبواب الإيمالة والتقليل ويآت الإضافة وليآت الزوائد ومرسوم الخط وبعض المتفرقات التي قرأ بها الإمام السوسي أول باب وأول أصل لحلقة اليوم باب الإيمالة الشيخ حسين مبارك الله فيكم يا شيخنا الإيمالة هو كما لا يخفى على السادة المشاهدين الإيمالة هي أن ينحو القارئ بالألف نحو الياء وأن ينحو بالفتحة نحو الكسرة يعني كأنه يتجه مثلا بش را يقول بش ري مثلا ري فيتجه يميل يميل إلى الكسرة أو يميل الحرفة إلى الكسرة فالسوسي رحمه الله تعالى أمال الحروف المقطعة في أوائل الصور أمال الراء والهاء ألف لام ري وليس را ري ألف لام ري أول سورة الراء مثلا مرة معنا أول سورة مريم في الحصة الماضية كاف هيا عين صاد وأمال الميم من كلمة أعمى التي وردت في سورة الإسراء في الموضع الأول هذا يدل على الأمر مربوط بالرواية بالسماع أمال الهاء والألف ورقق الراء في كلمة هير هير هكذا التي في سورة التوبة أمال كلمة أدريك حيث وقعت في القرآن أمال الهمزة من راء ورآها رأي رأيها إذا وقع بعدهما متحرك وإذا وقع بعدها ساكن مثل رأى الشمس تمتنع الإمالة وصلا لامتناع المد الذي كان هو السبب والسبب الذي يلزم من وجوده الوجود ويرزم من عدمه العدم فتمتنع الإمالة وصلا لامتناع المد وتثبت وقفا له في ترى المؤمن يوم ترى المؤمنين وترى الملائكة له فيها الوقف وجهاني أو في وقفا الإمالة وجها واحدا إذا وقفنا طبعا ليس محل وقف وإنما هي وقف اختباري تاري هكذا له في الوصل وجهان بخلاف كل القراء الذين يأخذون بالإمالة كورش في تقليله وكحمزة والكساء فهو خالف هؤلاء في الوصل أنه له وجهان يقرأها يوم ترى المؤمنين ويأخذها كذلك بالإمالة يوم ترى المؤمنين أو يوم ترى المؤمنين والفتح هو المقدم الله أعلم له في كلمة نرى الله طبعا هذا في حتى نرى كما في سورة النساء حتى نرى الله جهرة فأخذتهم صائقة ومينظرون فسيارى الله أي فسيارى الله عملكم أما في الوقف فله الإمالة وجها واحدة حتى نرى فسيارى لوجود الألف أما في الوصل فله فيها ثلاثة أوجه الفتح وهو المقدم موافق للجمهور لأن السبب هنا قد زال وله الإمالة مع تفخيم لفظ الجلالة يعني يقرأ فسيارى الله هذا الوجه الثاني والوجه الثالث وهو الإمالة مع ترقيق لام لفظ الجلالة فسيارى الله عملكم وأمال كل ألف رسمت ياء وسبقت براء يعني كل ألف منقلب عني اشتري بشري النصار ولكن له فيها بشرايا شي بشري بشراي له فيها ثلاثة أوجه له الفتح والإمالة والتقليل يعني جميع الأوجه والمقدم له هو الفتح اختلف عنه في كلمة تترى التي في سورة المؤمنون ثم أرسلنا رسولنا تترى حين الوقف طبعا بين الفتح والإمالة وقدم الفتح ثم أرسلنا رسولنا تترى أما وصلا فقرأها بالتنوين المنصوب تترى ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما لأنه يخذ رسولنا بإسكان السيل تترى كلما لأن هناك من القراء من يعتبرها مقالبة عني فلذلك جاء التنبيه إلى هذا النقطة أمال كل ألف بعدها راء متطرفة المكسورة الدار والأبرير والنار والفجير وهكذا واستثنى من ذلك كلمة الجار والجار كذلك مستثنت في ورش من الأوفي الوجهان أوتو أن أسألك أغلب الكلمات شبيهة بما يوجد عند الإمام ورش فقط الفرق بينهما التقليل عند ورش والإمام كما قال ابن بري كالدار والأبرار والفجار والجار لكن فيه خلف جار فكلمة جبارين في موضعيني في القرآن في سورة المائدة والشعراء وفي سورة الشعراء وإذا بطشتم بطشتم جبارين كذلك له فيها الفتح أنصاري كذلك مستثنات فيقرأها أنصاري لا يقول أنصاري يأخذها بالفتح والفتح مقتضاه التفخيم في حرف في حرف الصاد أمال كلمة التورة والكافرين يقول التورة الكافرين حيث وقعتا في القرآن هذا بالنسبة للإمال الآن فيما يتعلق بالتقليل وهي الإمال الصغر نعم التقليل أن يكون أقرب إلى الفتح منه إلى الكسر وفقلل الحاء في الحواميم السبعة حاميم لا يقول حيم حاء يعني تقليل فقط قلل كلمة سوى في سورة طه وقفا وسودا في سورة القيامة وقفا كذلك قلل كلمة الدنيا الدنيا كلمة الدنيا أين وقعت في القرآن الكريم قلل كل ألف تأنيث مقصورة جاءت على وزن فعل أو فعل أو فعل طوب تقوى بسيماهم وما كان رأيا فأماله لما فيها شراء يقللها واللي فيها الراء يميلها بالكلية مثل بشر واختلف عنه في كلتا مثلا لو وقف على كلتا الجنتين اختلف عنه كلتا وكلتا اختلف عنه بالفتح والإيمال أو بين الفتح والإيمال أو التقليل اختلف اختلف هل هي ألف التأنيث المقصورة أم ألف التثنية ألف التثنية نعم قلل رؤوس الآي في الصور الإحدى عشر عدل ألفات المبدلة من التنوين أمتا همسة وأما الرائية فأمالها يعني دائما إذا كانت كلمة رائية يميلها إيمالة كتامة هذا بالنسبة لي الموضوع التقليل يآت الإضافة شيخ حسين يآت الإضافة هي التي يضيفها القارئ إلى نفسه إني هكذا يعني البحث فيها في القرآن الكريم بين القراء من يسكنها ومن يفتحها فيآت الإضافة قرأ السوسية يآت الإضافة الواقعة قبل همزة القطع المفتوحة والمكسورة أو همزة الوصل مع علام التعريف أو دونهما بالفتح في الجملة إني أعلم وما توفيقي إلا عهدي لا ينال عهدي الظالمين من بعد يسمه أحمد وهكذا وكذلك سكن الياء في بعضها في نحو كلمة بيتي في البقرة والحج ونح وطهر بيتي للطائفين وجهي في آل عمران وجهت وجهي للذي فطر السماوة الأرض مثلا والأنعم معي حيث وقعت ومن معي من المؤمنين يسكنها لي في إبراهيم وطه والنمل وصاد والكافر يعني كلها لكم دينكم ولي ديني هكذا هذه بالنسبة لياءات الإضافة الياءات الزوائد الياءات الزوائد هذه الياءات التي لا تثبت في الرسم وإنما توضع لها رسمة جانبية مخالفة لخط المصحف كما قال الإمام الشاطبي ودونك ياءات تسمى زوائدا لأن كنا عن خط المصاحف معزلة فالبحث فيها في القرآن الكريم في من يثبتها ومن يحذفها فالإمام السوسي رواية عن الإمام بعمر البصري أثبتها في عدد من الألفاظ وصلا كالداعي وداعاني مثل ورش وورش الداعي معا داعاني كما قال ابن بر رحمه الله روى يا عبادي لا خوف عليكم في الزخف بإثباتها وصلا ووقفا يعني كأنها ياء أصلية ياء أصلية عنده فهي ثابتة في المصحف البصري يعني هذا خلاف بين القرآن مرسوم الخط أما مرسوم الخط يعني هذا له علاقة بعلم الوقف والابتداء كيف يوقف على بعض الكلمات وقف على ما رسمتاء مفتوحة بالهاء ما رسمتاء مفتوحة وقف عليه بالهاء إن شجرة شجرة الزخرف كما قال الإمام بن الجزري بن الجزري شجرة لا يقف عليها بتاء مفتوحة مثل ما هو الحال بالنسبة لنافع مثلا وإنما يقف عليها كأنها تاء مربوطة يقف عليها بحسب الأصل نعم شجرة استثناء ستة كلمات مرضات يا أبت هيهات ذات بهجة أي ذات ولات التي في سورة صاد ولات يعني كما قال في سورة النجم فوقف عليها بالتاء خلافا لأصله وقف على الياء في قوله تعالى وكأي اختبارا لأن أصلها كأي يعني هكذا بياء لا بنون بالتنوين فوقف على الياء هكذا وكأي وليس وكأي يعني على اعتبار أن النون هذه يعني وإن كان ثابتة خطا فهي ليست أصلا الأصل هو الياء معنى هو اعتبرها بأن فيها تنوينا نعم اعتبر بالتنوين لا بنون لا بنون وقف على ويكأن ولا ويكأنه لا يفلح الظالمون أو المجرمون على الكافي ويك وبدأ بأن ويك أنه ويك جازله أو جازل في هذه الحال أن يفصل وقف على أيها في النور والزخرف والرحمن وقالوا يا أيها الساحر دعوا لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون كما في سورته في مصاحفنا مكتوبة دونها دونها نعم هي في سورة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحهم في سورة النور والزخرف ذكرنا الآية وفي سورة الرحمن أيها سنفوغ لكم أيها الثقلا نعم فوقف وقف بالألف أيها والجمهور أيها أيها نعم هذا بالنسبة لي يآتي أو مرسوم الخط بالنسبة للمتفرقات يعني بعض الحالات آخر مبحث آخر مبحث إن شاء الله تعالى فقد سكن الهاء في هو وهي مثله مثقالون إذا سأسوا بقتاب الواوي أو بالفاء أو باللام كقالون هاكي يقول إن هذا له والقصص الحق وسكن الخاء في خطوات كنافع وليس كحفصا مثلا الذي أخذها بالضم خطوات الشيطان يقول لا تتبعوا خطوات الشيطان قرأ يا بني بكسر الياء يا بني لا تقصص وفاق لنافع نعم تذكرون قرأها بتشديد ذلك وفاقا كذلك لنافع قرأ يحسب بكسر السين كذلك وفاقا لنافع قرأ الساكن في قل وأو إذا جاء بعده همزة وصل قرأها بالضم قول دعوا الله أو دعوا الرحمن بخلاف حفصا الذي يقرأ قول دعوا الله أو دعوا الرحمن ويكسر ويكسر الأول فيما عدا ذلك نعم شيخ حسين بارك الله فيك على هذه الإضاحات اليوم نذكر المشاهد الكريم بأننا قد تناولنا أبواب الإيمالة والتقليل وياءات الإضافة والياءات الزوائد ومرسوم الخط وبعض المتفرقات ولاحظنا اليوم شيخ حسين بأن أغلب الأحكام المتعلقة بهذه الأبواب هي محل اتفاق بين السوسي وبين الدوري إلا في بعض الكلمات المستثنات لذا بحول الله تبارك وتعالى في حصة الموالية حينما نخصصها للجمع بين روايتي الدوري والسوسي سنجد بأن أغلب هذه الأحكام هي محل اتفاق بين الراويين وحيث ثم يوجد الخلاف بين الراويين ننبه على هذا الخلاف الشيخ حسين بارك الله فيك على إتمام أصول رواية الإمام السوسي ونذكر دوما بأن هذه الأحكام العامة أو التطرق لهذه الأصول لا يغنينا عن الرجوع إلى المطولات وكذلك عن التتلمذ بين يدي المشايخ إخواني مشاهدين سنطبق أحكام رواية الإمام السوسي في الجزء الثاني واخترنا اليوم سورة النجم لا تذهبوا بعيدا سنعود بعد هذا الفاصل أهلا ومرحبا بكم من جديد في حصتكم التسهيل لقراءات التنزيل نذكر بأننا في الحلقة الثامنة والعشرين في الجزء الرابع من رواية الإمام السوسي كنا قد تكلمنا قبل الفاصل عن الأحكام أو الأصول الأخيرة التي تطرق إليها الإمام السوسي أحكام الإمالة أحكام التقليل ياءات الإضافة الياءات الزوائد مرسوم الخط وبعض المتفرقات التي اختص بها الإمام السوسي وكنا قد وعدناكم بأننا سنطبق في الجزء الثاني على سورة النجم كاملة إخوان المشاهدين هناك هيئات وكيفيات للنطق تختلف عن ما عاهدناه في قراءة الإمام نافع براويه لذا على المشاهد الكريم أن يدقق وأن يركز معنا في قراءة سورة النجم الشيخ حسين مع سورة النجم برواية الإمام السوسي على بركة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوا إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلا فكان قاب قوسين أو أدنا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأي أفتمارونه على ما يري ولقد رأيه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة الماوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأي من آيات ربه الكبر أفرأيتم اللات والعز ومنات الثالثة الأخر ألكم الذكر وله الأنفى تلك إذا قسمة ضيزا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن ياذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة التسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدا أعنده علم الغيب فهو يري أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرئ ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنفى من نطفة إذا تمنى وأن عليهن شاءة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعر وأنه أهلك عادا لولا وثمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والموت فكت أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارئ هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله وعبدوا صدق الله العظيم بارك الله فيك شيخ حسين قرأت على مسامعنا سورة النجم كاملة برواية الإمام السوسي ولحظت أثناء تلاوتك شيخ حسين وجود كلمات كثيرة ممالة وكلمة أيضا مقللة وظهر بوضوح الفرق بين الكلمات الممالة والكلمات المقللة مثلا رأي مع كلمة المنتهى أيضا سمعنا لكلمة كثيرة أبدلت فيها الهمزات الساكنة نعم فيها مثلا ياذن كذلك الإدغام الكبير قد ورد في هذه السورة يعني بيودنا لو تشرح لنا هذه الكلمات التي خالف فيها الإمام السوسي كثيرة من القراء بارك الله فيكم شيخنا بالنسبة لبعض الأحكام المتعلقة وبعض الكلمات التي مرت معنا في هذه السورة عندنا ككلمة هوى غوى والهوى يوحى القوى فاستوى هذه من رؤوس الآي وقد قللها يعني أمالها قليلا يعني فهي أقرب إلى الفتح منها إلى الكسر وفاقا لورش ورش كذلك السور الإحدى عشر عنده تقليل ولكن يعني أكثر أو غالب ما لورش إنه تقليل إلا إمالة واحدة في طه نعم كما قال الإمام بن بر وكل ما له به أتينا من الإمالة فبين بينا وقد روى الأزرق عنه المحضى بها طاها له وذاك أرضا كلمة وهوى سكنها وفاقا لقالون الأعلى فتدل أدنى أوحى قلل ألفاتها التي هي من رؤوس الآي وفاقا لورش رأي أمال الهمزة ياري أمال الراء شيخ حسين فنننبه بأن كلمة رأى الإمامات في الهمزة وليس في الراء نعم حتى في المصحف واضحة أن الإمالة ليست تحت الراء تحت الهمزة رأاه رأيه أخرى المنتهى تقليل الإمالة الراء في أخرى والمنتهى قللت ألفها لأنها من رؤوس الآي والما وأبدل وأقلل حكمان نعم قلل حكمان يغشى الثانية تقليل الألفات من رؤوس الآي وفاقا لورش الأولى يغشى لأنه جاء بعدها ألف ألف نعم ألف المقصورة على وزن فعلة ضيزة على وزن فعلة فعلة وهو فعلة وفعلة فعلة كلها مثلثة الفاء نعم ولقد جاءهم أدغم الدالة في الجيم إدغام صغير إدغام صغير ولقد جاءهم من ربهم الهدى لربهم يعني على أصله الذي ظهر سابقا هذه تناولناها في أحكام ميم الجمعة نعم كسر الميم وتقليل الألف تمنى الأولى كذلك قلل الألفات التي هي رؤوس الآي ياذا إبدال الهمزة ألفا ويرضى تقليل الألفات من رؤوس الآي وفاقا لورش يؤمنون الإبدال وفاقا لورش الملائكة تسمية الأنثى يعني إدغام المثلين الكبير يعني هو إدغام كبير الأنثى الدنيا نفس الشيء يعني يقللها أعلم بمن إسكان الميم مع إخفائها وهو إسكان لها اهتدى بالحسن يعني تقليل الألفات من رؤوس الآي وفاقا لورش أعلم بكم أعلم بمن يعني إدغام كبير إدغام الميم في الباء مع إخفاء الميم طبعا اتقى تولى وأكدى تقلل الألفات لأنها من رؤوس الآي فهو أسكان الرأ ياري إمالة الرأ موسى وفا نفس الحكاية نفس الأمر يعني أنه قللها أخرى أمال الرأ تسعى يعني الرؤوس الآي اللي فيها رأ أمالها إمالة كبرى واللي ما فيها شرى قللها ياري الأوفى المنتهى نفس الأمر وأنه هو أمات وأحيا ولو أنه هو أضحك وأبكى في الهاء يدغم وهاء يدغام كبير وأنه هو وأبكى وأنه هو الثانية وأحيا الأنثى تمنى نفس الأمر يعني رؤوس الآي من غير الرأية قللها النشأة الأخرى قرأها النشاءة نعم قرأها النشاءة في باب فرش الحروف مرت معنا في قراءة في رواية الدوري نعم الأخرى وأنه هو وأقنى كل هذه الأحكام مرة وأنه هو الشعر عاد اللولة ذكرنا في الأصول أنه يوافق ورشا في وجه من الأوجه وعنده ابتداء بها مذكة فقط الشيخ حسين عنده فيها ثلاثة أوجه لابتداء بها كورش الأولى والأولى على الأصل نعم على الأصل الأولى وألولى والولى يعني وافق في موضعين ورش وهنا نذكر بأنه هنا عنده حكم النقل حكم النقل نعم الإمام السوسي ثمودا خالف حفصا ووافق ورشا أو نافعا ثمودا بالتنوين حفص قرب حفص دائما يراحظ أنه لا ينون ثمود يعتبرها ممنوعا من الصف نعم أبقى وأطغى نفس الأمر بالنسبة لتقليل لألفات رؤوس الآي والموتفكة أبدلها أبدل الواو أقصد أبدل همزتها واو والموتفكة أهوى وغش كذلك قلل ألفاتها فبأي آلاء ربك تتماري أمال الر الأولى يعني نفس الخلام يعني تقليل الألفات من رؤوس الآي وفاقا لورش أفمن هذا الحديث ربما فاتنا هذا سهوا أفمن هذا الحديث تعجبون نعم فاتني هذا الموضع لم أدغمه سهوا مني أفمن هذا الحديث تعجبون أدغمها وذكرنا في الأصول أنه يدغم الثاء في الثاء كما يدغم الثاء في الثاء هذا يسمى إدغام المتقاربين الكبيرة نعم أفمن هذا الحديث تعجبون وتجوز الأوجه الثلاثة أي أوجه نعم يجوز القصر كيف نقعها يعني لو نقوم بقاش حسين أفمن هذا الحديث تعجبون هذا بالقصر نعم التوسط أفمن هذا الحديث تعجبون هذا التوسط والطول نعم فيها فيجوز فيها الأوجه الثلاثة شيخ حسين بارك الله فيك على قراءة صورة النجم ونذكر دوم المشاهد الكريم بأنك قرأت بروية الإمام السوسي عن أبي عمري البصري الملاحظ في قراءة اليوم بأن لها شبها كبيرا بروية الإمام ورش خصوصا ما يتعلق بتقليل فؤوس الآي من ذوات الياء أيضا لاحظنا كثير من الكلمات ممالة كثير من الكلمات مقللة رأينا أيضا إبدال الهمزات الساكنة كذلك الإضغام الصغير الإضغام الكبير إخفاء الميم عند الباء أعلم بمن ضل سأل الله عز وجل أن تكون الفكرة وأن تكون هذه الأحكام وهذه الأصول يعني أصول قراءة إمام أبي عمري البصري رحمه الله تعالى قد وصلت إلى عقولي وإلى قلوب المستمعين فقط في آخر هذه الحلقة يعني الحلقة الأخيرة نعم في قراءة الإمام أبي عمري البصري تحديدا في رواية الإمام السوسي بيودي لو تنصحنا الشيخ حسين الذي يريد أن يتعلم أو أن يتقن رواية الإمام السوسي يعني ما الذي عليه أن يفعله هو رواية السوسي أولا سهلة جدا وجميلة جدا هذه الإضغامات حقيقة يعني فيها حلاوة إضغامات لابد لها من تركيز نعم وفقط يعني ليحفظ ليحفظ مثلا هناك باب الإضغام الكبير في الشاطبية طبعا الإنسان لا ننصح المبتدئ مباشرة يروح لهذه الرواية ولكن المبتدئ يتقن رواية أهل البلد أنا أنصح بإتقاني رواية أهل البلد الحمد لله كي ينبرامج عدة سواء في قناة القرآن أو في غيرها من القنوات يعني في المدارس والمحاضر والزوايا وغيرها الآن الحمد لله وزار الشمدينية عندنا المقرأة الإلكترونية يعني يتصلوا بنا الناس من كل البلدان لا أقول ولاية ولكن أكثر من خمسين بلد يتتصل يعني الحمد لله وغيرها من المنصات والوسائل والوسائد لتعلم القرآن الكريم صار الآن الأمر سهلا جدا الحمد لله يا رب العالمين إلا من أبى إلا من أبى فهؤلاء أنصحهم جميعا بإتقان رواية ثم المضي مثلا إذا أراد تعلم رواية السوسي يتعلمها مقارنة بالرواية التي أتقنها فيتعلم مثلا ليأخذ إما كتابا في أصول رواية السوسي هناك كتب كثيرة أو ليكثر من الاستماع ختمات الموجودة على الأنترنت كثيرة للقراء المجيدين من أصحاب الأصوات الندية وأصحاب الإتقان والكتب كذلك التي أصلت الشاطبية فيها أبواب الإدغام الكبير هذا جميل جدا ودونك الإدغام الكبير وقطبوه أبو عمرين البصري فيه تحفل في كلمة عنه مناسككم وما سلككم وباقي الباب ليس معولة جميل جدا أبيات الإمام الشاطبي يحفظها ويطبقها ولا نقول له يعني يعتمد فقط على هذا الذي ذكرناه إنما هو هذا هو عصارة وإنما هو التلخيص ينفع إن شاء الله ينفع المبتدئ في هذه الرواية وينفعنا وينفع كل إنسان سبق له لابد من الإتقان لابد للإتقان من المرور بختمة كاملة من بداية سورة الفاتحة إلى ختم سورة الناس لينظر لا إلى الأصول فقط ولكن حتى إلى الفرشيات التي ربما لا تتكرر إلا مرة واحدة أو لا ترد إلا مرة واحدة فكل هذا يعين من أراد طلب هذا العلم أن يتقنه وكما قال الإمام من الجزار في طيبة وقد جرى من عادة الأيمة إفراد كل قارئ بختمة فيفرد هذه الرواية بختمة وهي قراءة والله جميلة جدا هذه الإمالات والإبدالات والإدغامات التي فيها يعني شيء مميز مقارنة بالقراءة هو دوما غير المعهود محبوب نعم قراءة جميلة ما شاء الله شخصين بارك الله وفيك على هذه الإضاحات إخواني المشاهدين لم يبقى لنا إلا الجزء الأخير المتعلق بالتربية والتزكية مع آداب حماة القرآن الكريم ولكن بعد هذا الفاصل أهلا ومرحبا بكم من جديد مع آداب حماة القرآن من خلال كتاب التبيان الإمام النووي قدس الله سره عنوان حلقة اليوم مراعاة حال الشيخ قال الإمام النووي قدس الله سره ومما يتأكد ومما يتأكد الاعتناء به أن لا يقرأ على الشيخ في حال شغل قلب الشيخ وملله واستنفاره وروعه وغمه وفرحه وجوعه وعطشه ونعاسه وقلقه ونحو ذلك مما يشق عليه ويمنعه من كمال حضور القلب والنشاط وأن يغتنم أوقات نشاطه انتهى كلام الإمام النووي قدس الله سره شيخ حسين ما أجمل هذه الآداب التي يرغبنا فيها الإمام النووي ما شاء الله هذا ذوق وخلق رفيع يعني الطالب إذا فقهه وإذا تعلمه يعني تماهى وتجانس مع شيخه والشيخ والمعلم يعني بشر يعتريه ما يعتري البشر من نقص يعتريه النعاس يعتريه القلق والغضب والخوف والفرح والجوع والعطش وغيرها من الأحوال البشرية العادية فكما أن المولى عز وجل قد نهان في القرآن الكريم أن يزعج بعضنا بعضا في أوقات سماها أوقات عورة قال ليستاذنكم الذين ملك تيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من بعد صلاة من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظاهرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم فهناك أوقات يعني بالإضافة إلى ما ذكر يعني الإنسان هذا فيه لا أو له أوقات يعني لا ينبغي أن يعني أن يحرج فيها كذلك الشيخ يعني لأن الشيخ ليس فقط هذا هذا ربما دخول على إنسان ورؤيته أو طلب شيء منه الشيخ هذا أنت لا تريد أن تراه فقط تريد أن تستفيد من علمه يعني كيف يقرئك وهو مغموم أو مغتم كيف يقرئك وهو عتشان ولا جوعان كيف يقرئك والنوم يغلبه يعني أنا أعرف أناسا رحلوا إلى مشايخ وقد بلغوا من الكبر عتية ليقرأوا عليهم القرآن الكريم فأخبرت أن أغلب ختمتهم كانت تمت والشيخ نائم لا غالب الشيخ كبر بزاف فلما يجي يقرأ عليه هذا القارئ يقرأ عليه والشيخ نائم هل يعتدوا بهذه الختمة ثم يأتي ويقول أنا قرأت على فلان أغلبك وقاتي لم يسمعها الشيخ لم يسمع الشيخ يعني حتى يشفق على الشيخ من أمثال هؤلاء الشيخ أنا حسين فقط وأنت تتكلم عن حال الغضب والجوع والعطش ذكتني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان ذكاء العلماء بأن العلة هو أن فكره مشوش بالتالي كذلك الشيخ الذي يريد أن يستفيد من الشيخ حق الاستفادة لابد أن يكون الشيخ حضر العقل وفي كامل نشاطه فأي صفة يعني تكون عائقا أو مانعا من كمال أو من حضور عقل الشيخ فالإنسان عليه أن لا يزعي الشيخ الفقه في الفقه عندنا أن الإنسان إذا مثلا كان في عمل أو في شغل وجاء وقت العيش وكان تعبان نعسان لا يجب عليها أن يصلي في ذلك الوقت ينام له ساعة ساعتين حتى يصحوا ويدري ما يقرأ ربما يجي يدعي ربما يدعي على نفسه وهذا في الحديث نعم هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا شرح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فالإنسان يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فلا نكلف نحن مشايخنا فوق طاقتهم وهذا يدخل في الأنانية بعض الأحيان الطالب يلح والإلحح جيد أنه يحوس يقرأ على الشيخ التاع يحوس يريد أن يري شيخه علو همته في طالب العلم وأنه يعني مستعد في أي وقت ولكن هذا الوقت يا أخي لا يساعد شيخك طبعا عليه أن يعني يحدد معه الأوقات المناسبة يسأل الشيخ ما هو الشيخ الوقت الذي يناسبك فإذا أعطى الشيخ الوقت الذي يناسبه هذا الوقت يناسبه من حيث التفرغ ومن حيث النوم والنعاس يناسبه باعتبار الجوع والعطش وباعتبار كل شيء يشق عليه أو يمنعه أو يكون حائلا عن تأدية هذه المهمة النبيلة الشريفة وتعليم القرآن الكريم أو غيره من العلوم فلابد كما قال الإمام النووي رحمه الله لا بد من كمال حضور القلب القلب حاضر وإلا ما فائدة أنه الطالب يقرأ القرآن والشيخ ساهن في أمر محزن مثلا وأنت تقرأه الشيخ ربما في بعيدة لك أو أن الشيخ يعني مهموم مغموم يعني في هذه اللحظة قد لا ينفع هذا لأنك تقرأه خلاص تقرأ نفسك وثم النشاط هذا دلالة على حضور القلب لما يكون الشيخ حاضر حاضر القلب ويكون ناشط فإنه يعني يعطي يعطي شرحا يفوائد يعني يرد خطأا إن أخطأ القارئ ويعني يوجهه إن أخطأ شيئا ما ينفعه بفائدة من الفوائد وهكذا يعني قال وأن يغتنم أوقات نشاطه أو أن يغتنم أوقات نشاطه يعني إذا علم أن هذه الأوقات تعوه من كثرة مخالطته كان بعض المشايخ عندهم مثلا القيلولة مقدسة طرح ليه في وقت القيلولة خليه يقيل بعد العصر لما يكون في حالة مليحة وبعد المغرب لما يجي للمسجد ولا غيرها يعني أقرأ له أو أطلب منه إذا كان ساعده ذلك الشيخ حسين أنت تتكلم عن هذه الحيثيات يعني حتى يكون إنسانه عمليا أفضل شيء لتحقيقي هذه الأمور التي ذكرها الإمام النووي هو البرمجة بمعنى أن يوضع برنامج بين الشيخ وبين طلاب أو تلامدته فيحترم هذا البرنامج وفي الغالب الشيخ حينما يضع برنامج يضع برنامج يعني يساعده برنامج ينسجم مع مشاغله ينسجم مع وقتها ينسجم مع الوقت الذي يخصصه للضيوف وهكذا يعني أهمية البرنامج فيما يتعلق في العملية التربوية أو العملية التعليمية مهمة جدا قضية البرمجة مثلا قال لنا أريد أن أقرأ عليك يا شيخ يقول لك أروح لي تعالى اليوم الفلاني من الساعة الفلانية إلى الساعة الفلانية أكون مستعدا إن شاء الله يخصص له جزء من الوقت نعم ولكن حتى باعتبار هذا وبعض الأحيان مثلا أن الشيخ يكون عنده شغير هذا الأمر فقط في حياته عنده ربما صفر عنده أشغال عنده ومطاعة نعم فقد يأتي إلى ذلك الموعد وهو وعليه حال من التعب وحال من الإنهاك ربما قد تأتيه أخبار محزنة يعني في ذلك الوقت فالطالب يراعي كل ذلك إن وجد شيخه في حاله لا يحرج شيخه وإنما يعني من ذوقه إذا شف الشيخ ره في حاله يسأله يا شيخ إذا رك تعبان مثلا ما نش قادر أن ندرسه اليوم معلش لا يثقلون تكاهل الشيخ يعني هذا من كلها من مراعاة حال الشيخ ومراعاة حال الإنسان مطلوبة في أي شغل النبي عليه الصلاة والسلام رب العالمين يعني طلب من الصحابة أنهم إذا كانوا عند النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام قالوا إذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحادث اتقوت صهره إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق يعني يشوفوا للنبي صلى الله عليه وسلم كيف راع حال النبي صلى الله عليه وسلم والحالة كانوا فيها ليست حال متعلمين ومعلم يعني كانت حال ناس كانوا معروضين حالة صمر هكذا يعني رب العالمين طلب مننا طلب من صحابة ونحن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ونقتدي بصحابته الكرام هم قدوتنا العليا أو الأسمى في حياتنا فلا بد أن نقتدي بهم لذا الشيخ حسين فبالحيان كإجراء عملي نجد الشيخ يحيل طلبته على المقدم مثلا نعم على أحد تلاميذته المجيدين فهو الذي يقوم بدور الشيخ يعني يكون يقوم مقام الشيخ نعم بارك الشيخ حسين لهم تكلمنا عن مراعاة حال الشيخ من خلال كتاب التبيان الإمام النووي ونكون بهذا قد ختمنا أولا رواية الإمام السوسي عن أبي عملي البصري واتطبقنا أهم الأحكام وأهم الأصول في رواية الإمام السوسي في الحلقة القادمة بحول الله تبارك وتعالى وهي الحلقة التاسعة والعشرون سننخصصها للجمع بين روايتين الإمام الدوري والإمام السوسي إخواني مشاهدين لم يبقى لي إلا أن أشكركم على حسن المتابعة وأضرب لكم موعدا في الحلقة القادمة بحول الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته